قدس الأباء الأجلاء أيها الحضور الحبيب تحية طيبة وبعد شئنا أن تكون أمسيتنا للليلة تذوقا مسبقا لبركات عيد الأعياد وموسم المواسم مبحرين بين ضفتي الصوم الكبير والفسح العظيم المقدس على متن قارب الموسيقى البزنطية فكانت محطتنا لهذه السنة كنيسة القديس جيورجيوس في برمانة التي نشكر أبناءها ورعيها قدس الأبرام والنوس على استضافتهم الطيبة لنا ببركات ملاك جبل لبنان المتربوليت جورج خضر حاملنا في صلاته بعد سنتين من انطلاق عمل الجوقة ما زال عنادلها في بداية الطريق والدرب طويل إلا أن رسالة المؤتمنين على تأديتها دون تعب وكلل من جهة وعلاقة الحب التي تربط أعضاء الجوقة ببعضهم من جهة أخرى تشد عزيمتهم على الثبات في نشاطهم والاندفاع نحو التعلم فالعطاء أكثر فأكثر طموحهم واسع الآفاق نحو الغوص في تاريخ الموسيقى الكنسية البيزنطية العميق ودراسة كنوزه لمشاركة المؤمنين به في الخدم الكنسية التي يقومون بها في رعاياهم أو في أمسيات الجوقة وإصداراتها من هنا ليس هدف الجوقة مطلقا تغيير ألحان الصلوات من أجل التغيير كما قد يظن البعض إنما هدفنا هو تسليط الضوء على غنى هذا التراث الموسيقي وتنوعه إذ إن صلواتنا ونصوصنا الليتورجية قد ضوينت وفق ألحان متعددة ولم تحصر بلحن واحد من هنا نسعى إلى استعمال كل لحن ووزن موسيقي قد يبدو للبعض جديدا إنما هو كنز متفون ينتظر حناجر تكشفه وكشف كنوز كهذه يتطلب علما ومعرفة على كل موهوب أو صاحب صوت جميل تحصيلهما ليكونا أداتي التنقيب عن هذه الكنوز فاللحن زينة الكلمة والكلمة أدات المعرفة والمعرفة مفتاح الصلاة والصلاة اتحاد بالله لهذا وعد جوقتنا أهمية تعليم الموسيقى البيزنطية فنظمت دورات موسيقية في جبيل والأشرفية حيث كانت انطلاقتنا وحيث لقاؤنا الأسبوعي كما وتطلق دورات موسيقية جديدة بعد عيد الفصح العظيم في كل من رعيتي بصليم وبلون الأرثوذكسيتين مرتلون جوقة عمال التحق بعمال مرتلين آخرين سبقوهم إلى العمل في حقل الخدمة هذه وهذا التراث الواسع هو تسبيح للرب ليقطف من حضائق تراث الموسيقى البيزنطية أجمل الأزهار وأبهاها فيتقبلها ربنا يسوع قربانا على مذبحه فإننا يا سيد وإن قدمنا لك تسابيح تساوي الرمل عددا لا نفي بشيء لائق لما أعطيناه الشكر لله أولا الذي جمعنا اليوم ولكل من ساهم وتعب الإنجاح هذه الأمسية ولكم جميعا لحضوركم أمسية مباركة للجميع شكرا